أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أربعين عنصر من قوات النظام السوري وإصابت نحو ثمانين آخرين في هجمات قالت إن المئات من مسلحي المعارضة شنوها في محافظة إدلب منذ صباح اليوم وضف بيان وزارة الدفاع الروسية إن مسلحي المعارضة بدأوا هجومهم بمحيط مدينة معارضة النعمان بتبجير سيارات مفخخة ما مكنهم من الاستيلاء على بعض المناطق التي تقدمت إليها القوات النظامية في الأيام الماضية وسط تساعد الاتهامات الأمريكية والدولية لروسيا والنظام السوري بتنفيذ حملة وحشية ضد المدنيين في إدلب أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أربعين جنديا من قوات النظام السوري وإصابة ثمانين آخرين في هجوم شنه مسلحون في إدلب جولة جديدة من القصف الجوي الروسي أودى بحياة أفراد عائلة بأكملها في سراقب شمال إدلب بعد يوم طاحن بالأمس فقد تم رصد أربعمائة ضربة جوية استهدفت خلالها الطائرات الحربية الروسية عشرات المدن والبلدات والقرى برفي حلب وإدلب وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية صباح اليوم على مناطق في محيط ليرامون شمال غرب مدينة حلب ومناطق أخرى برفي حلب الغربي في حين قصفت قوات النظام السوري مناطق في كفرناها والمنصورة وخان العسل والراشدين برفي حلب الغربي ومع استمرار القصف زادت أعداد النازحين بصورة كبيرة وتجاوزت أعدادهم أكثر من ستمائة ألف نازح حتى الآن وهو عدد مرشح للزيادة في ظل استمرار القصف قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية مدنيين غالبيتهم من الأطفال قتلوا جراء غارات شنتها طائرات حربية روسية في محافظة إدلب وضف المرصد أن الطائرات الروسية شنت غارة على مدينة سراق بريف إدلب قتل خلالها خمسة من عائلة واحدة بينهم ثلاثة أطفال وغارة أخرى على بلدة أرنبا بريف إدلب الجنوبي قتل فيها ثلاثة مدنيين بينهم طفلان وأيضا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة من أكثر من مئة عائلة نازحة عادت من مخيم الهول بريف الحسكة إلى منازلهم بريف دير الزور وأضف المرصد أن عودة العائلات جاءت بمبادرة من شيوخ عشائر المنطقة وبالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية وإدارة المخيم وإن غالبيتهم من أبناء مدن البصيرة والبغوز وهجين وديبان بريف دير الزور الشرقية ينضم إلينا من أدلب الصحفي السوري أنس التريسي أهلا بك معنا أنس ما الذي يجري تحديدا عدد كبير من قتل النظام السوري؟ ما الذي يحدث في إدلب؟ صحيح يعني اشتباكات عنيفة ما بين المعارضة المسلحة من جهة وما بين قوات النظام بالإضافة إلى ميليشيات إيرانية مدعومة من روسيا بريف إدلب الشرقي تحديدا وريف حلب الغربي الاشتباكات على أشدها منذ أربعة أيام إلى الآن ما بين معارك ما بين مد وجذر بين الطرفين المتصارعين في تلك المنطقة وصرحت الحكومة السورية عن مقتل أربعين عسكرية من بينهم ضباط وصف ضباط وعسكريين خلال الأيام القليلة الماضية هذا التصريح صدر اليوم وبشكل رسمي وبشكل مفاجئ عن عدد القتلى الذين سقطوا خلال اشتباكات الدائرة ما بين قوات النظام من طرفهم وما بين فصائل المعارضة المسلحة من طرف آخر طبعا الجبهة الوطنية للتحرير وأيضا عدة فصائل أخرى تابعة للجيش السوري الحر تشن عدة غارات أو غزوات كما يسمونها على مواقع وتحصينات لقوات النظام السوري في هذه المنطقة بعد حشودات عسكرية كبيرة للنظام في ريف إدلب الشرقي وأيضا في ريف حلب الغربي رفق ذلك يعني غطاء جوي ناري كثيف من قبل طائرات حربية تابعة لقوات النظام السوري استهدفت هذه المناطق ومناطق داخلية داخل المحافظة كمدينة معارة النعمان وصولا إلى أريحة وأيضا صراقب وعدت مناطق في ريف إدلب الشرقي وأيضا طال القصف عدة مناطق بريف حلب الغربي مما أدى للسقوط عدد كبير من المدنيين خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية يعني الإحصائيات الرسمية من قبل الطواقم الإسعافية وفرق الدفاع المدني تفيد بسقوط 36 مدنيا من بينهم نساء وأطفال بفعل غارات جوية من قبل مقاتلات حربية تابعة لقوات النظام السوري رفق كل ذلك يعني حملة نزوح جديدة من هذه المناطق ومناطق جديدة كعندان وحريتان بريف حلب الغربي بالإضافة إلى دارة عزة والأتارب باتجاه مناطق يعني ربما تكون أكثر أمنا باتجاه منطقة عفرين أو ريف حلب الشمالي تقدر أعداد النازحين خلال الأيام القليلة الماضية مما يقارب المئة ألف نسمة تضاف إلى الإحصائيات الكبيرة التي نزحت من ريف إدلب الجنوبي والشرقي باتجاه مناطق ربما تكون أكثر أمنا باتجاه الشريط الملاصق للحدود السورية التركية نتكلم عن أعداد كبيرة من النازحين في هذه المنطقة أنس هناك بعض المعلومات تتحدث عن مشاركة جماعات وميليشيات إيرانية في القتال إلى جانب النظام السوري وأيضا القصف الذي يأتي حتى من القوات أو الطائرات الروسية هل تؤكد لنا هذه المعلومة وتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع؟ بكل تأكيد هناك ميليشيات إيرانية متعددة بالإضافة إلى ميليشيات من حزب الله اللبناني الإرهابي تشارك في العمليات العسكرية في جنوب إدلب وشرقها وأيضا في ريف حلب الغربي هناك غرف عمليات تشرف عليها إيران بشكل مباشر وكان هناك خلال الأيام الماضية تهديدات مباشرة من قبل ميليشيات تابعة لإيران وحزب الله اللبناني لفصائل المعارضة المسلحة بأنها سترد على مقتل قاسم سليماني الذي تم تصفيته في العراق من قبل مقاتلة أمريكية على ما يبدو أن القوات الإيرانية والميليشيات الإيرانية المتواجدة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي كلواء فاطميون وزينبيون ولواء القدس الذي كان يشرف عليه الإرهابي قاسم سليماني يعتزمون التقدم أكثر والضغط على فصائل المعارضة المسلحة المتواجدة في ريف إدلب ردا على مقتل قاسم سليماني طبعا هناك خلال الأيام الماضية قتلى جدد حزب الله اللبناني سقطوا بنعارك الدائرة ما بين فصائل المعارضة المسلحة من جهة وقوات النظام والميليشيات الأخرى التابعة لها بريف إدلب الشرقي شكرك جزيلا شكر أنس تريسيا الصحفي كنت معنا مباشرة من إدلب شكرا جزيلا لك